أعلن محافظ أسوان أشرف فعطية بدأ تشغيل العبارة النيلية الثانية والتابعة لمدينة يابو سنبل السياحية وعشرة حافلات وسيارات نقل بعد تطويرها ورفع كفاءتها ضمن أسطول العبارات النقلة لحركة حافلات الركاب وسيارات نقل البضائع الوافدة من معبر قسطل البرية تقل العبارة والحافلات القادمين من دولة السودان على مدار 24 ساعة نهارا وليلا أضافة إلى عبارات القوات المسلحة بعد دعم المحافظة لأرصفة ومداخل ميناء الشمس بمنظومة إنارة متكاملة مؤكدا أنه تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية تم تنفيذ حزمة من الإجراءات المحكمة للتعامل مع الوافدين من دولة السودان بإشراف المحافظ على غرفة عمليات المحافظة اشتركوا في القناة